سواء انتوا هتلاقوا الكروت كتير بتتشابه لان نفس قرية البرج ممكن الكروت كهير تتكرر. بس الكارت ده مجيش في ولا مجموعة تطور مادي كويس يا دوزاء. يعني اللي هو يعمل مشروع البطرة دي. ده وقت كويس جدا. الحمد لله ما فيش خسائر بالعكس في حالة تطور مادي. ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله. آآ وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مادي. يعني الحمد لله ما فيش ازمات. والدين يمشي كويس قوي قوي. وايه حالة امام. وايه رخاء الحمد لله من الحالة المكتبية. آآ في عندنا كمان ده اما ان هي اجازة. الجوزاء قرر ياخد اجازة. او هي قرر ياخد اجازة يحتفل. مجرد اي وقفة كده شوية. نرايح من الشغل. نرايح من المسئوليات. وناخد اجازة. وكمان ده فرح. زي ما انتم شايفين دي ما رسم فرح. يعني فرح غيكي كمان. آآ فنلسل على وشك ان هو يتم جواز بازن اللي هتلم على خير. وكل حالة تبقى كويسة قوي. آآ اللي هو زي عنده كمان حالة في خناقة شغلة. او مش هنقول حرب. معنى حرب. فيه شوية كده قلق وتوتر حواليه. بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس جدا. انه آآ مش فرقة مع اخوة. بس انه هو متصر مع ان هو اتقاذى شوية. اهو اتريس يعني مزاجه تعقر يعني على قل. بس مبين ان هو تنظر انتم شايفين وقفة حرب وسلم غيمة وهو مزاج مبتسم. فانتا مبين آآ حاجة غير اللي جواك آآ من ناحية موقف معين كان بيأزيك. انا انا احيي ده الصراحة مش ضده خالص. فيه باكرتين تحت بعض حجوين جدا. جدا جدا جدا. ده با. ده اللي يتطالع في المجموعة الاولى. آآ طاقة ابداع خبر حلو. فيه حاجة طاقة دخل علينا ان شاء الله كويسة جدا جدا جدا. طاقة دي هتعملك هدف. يا جوزاء. انت رايح لهدف بسرعة شديدة جدا. مش هتقف غير لما توصل ده. شايفين عمير ازاي؟ راكب الحسوم يجي فيه بسرعة جدا جدا. رايح لهدف. بالدفاع. رايح بالدفاع كمان شديد جدا. ونجاح. بإذن لا نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتتملها على اتمنى الوقت. يعني تبتمل مشروع. او لو عندك اي حاجة مثلا حاجة في شغلك بتعملها. خلاص. خلاص. هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. كيبه حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس. انت خايف من حاجة في حاجة ما لقاك شوية او متاتفاك. مش عارك تاخد خطوة. دي حالة اه سابت. سابت ومستمين. متراقب. اوكي? حاجة تخص ورق يمكن. ده جوجمنت. اه سوري جاستيس. ده حاجة ليها علاقة بالاوراق حكومية. حاجة بتعمل ورق حكومي. ممكن يكون قارج. ممكن يكون قضية. ممكن يكون حاجة من ده يعني. او انه انت هتسيق الحكم على شخص. اه لو انت بحالة التوتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بالدور حواليك. بليز متطلقش احكام في الفترة دي. استنى رغاية لماع الدنيا تبقى اه يعني هادية. وهي هادية ده خلاص. تدخل عليك طاقة امر. طاقة هدوء وسلام. وطاقة اه تأمل. وحاجة كويسة جدا. هادية جدا. وحلوة. قوي قوي قوي. استنى ومتطلقش احكام دلوقتي. اه لو موضوع فيه ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقان منه وخايف. ان شاء الله ما تخافش. الشكل الموضوع خير بازن الله. وحتطلع بنتيجة كويسة جدا. اه فيه هنا كمان قلتلكوا كارت القوة ده. اه معناه قلة القوة. انت محتاج اه تواجه حاجة معينة يا اه جوزة. واجهها من غير عنف ولا حاجة. لأ. انت هتواجهها بالديبلوماسية. اه مهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول لجواك. بس مش بعنف. القريبات وحلوة قوي قوي. هلخصها بسرعة. في تطور مادي ان شاء الله. اللي داخل مشاريع بو اهد. اه ان شاء الله الدنيا كويسة جدا. ما حالك استقرار مادي الحمد لله. فيها احتفال وفرح. او فيه اجازة هتطلعها انت وعيلتك. او ناس مقاربين بالنسبة لك. فيه شوية ضغوطات. بس انت بتواجهها بسبات. اه وبتدين ان انت يعني مش متأثر كمانا. بس انت تأثرت شوية. اه فيه طاقة اه خبر حلو. في حاجة حلوة جدا جايالك طاقة ابداع. هتنورها في اللمبة وحتشوف هدف. وهتروح له بسرعة جديدة جدا. بازن الله فيه نجاح اجتمال دائرة. اه فيه هنا اه زي حالة جمود او ثبات حاجة سبتة مش بتتحرك. اه ده لانك انت من خايف شوية عندك مخاوف. اه فيه هنا اما انه انت حتظلم حد او تطلب حكم مش سليم على حد. او انه فيه ورق حكومي او حاجة تخص الحكومة ان شاء الله بتتنم الكاترة دي. اه فيه حالة ان شاء الله خدوء وسلام والتزام باخر عليها برض الجوزاء القطرة دي. بس برضو الكارتة ده نسيت اقول لكم بحظر من العقرب اللي طالع وردة ان هو انت قعد في امان الله ومسالمه في حالك ومكش اي حاجة. بس حد متراقب لك يا جوزاء انتبه ما تبديش تسرك الحاجة. الا الناس انت تستسق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اكتر من ما ده. واجه يا جوزاء الحاجة دي انت محتاج تواجهها بس واجهها على ادوارات. اي دي ارية التلتة. المجموعة التلتة الارائية العامة بتاعتها. الحمد الله حل جدا برضو. اه. العلاقة العلاقة بتاعتها. طيب. اه الجوزاء عايز ايه? يعني واضح عندي كده ان حصل حاجة غلط. الجوزاء زي ما انتم شايفين كده واقف متكتف. عارفين اللي هو خلاص ايه رفع ايده بقى. يعني مفيش حاجة اعملها استسلم. الجوزاء مستسلم. شايف ان مفيش حاجة بايده يعملها. مفيش الخطوة مش عنده. وهو مفيش حاجة ممكن يعملها خلاص. نفسه في ايه كمان? يعني هو طريبا شايف ان اساس العلاقة مش كويس. ان الاساس مش صح. شايف شريكه ازاي? شايفه مش بقى بيبعد بمشاعره. لا بيبعد فعلا. يعني بيبعد سايب وماشي خلاص. سايب وماشي. وسايب بقى كل العشرة والحب والحاجات دي كلها سايبها قراءة. ومش مهتم وماشي. التقمة بينكم ده هاي بريستس. دي الاسرار. دي بتاعة الاسرار. فيه سر انكشف. مش ضرور ان هو يكون سر ممكن يكون حاجة كانت مستخبية وظهرت. يعني فيه حاجة كانت مستخبية وظهرت. واضح ان هاي زهرت لك انت يا جوزاء. عن شريكك يعني. شريكك عايز ايه? شريكك بيحبك برضو. بيحبك. وعايز يكون معاك. وعايز منك اطفال. وشايفك الدافع والامان والعيلة. الحب الغير مشروط. احنا قلنا دي امبريس هي الحب الغير مشروط. نفسه تفتكره لحاجات كويسة اللي هو عملها لك قبل كده. دي حاجات ده خير اتعملت زمان. نفسه تفتكره لحاجات دي. شايفت ازاي؟ شايفت بتحبه وبتقدم له كتير. بتقدم له حاجات كتير جدا. وانك انت سنة دي. اه مش هيكدب عليكت بنية دلوقتي مش كوي. ليس انتم محتاجين راحة. محتاجين بريك. اه هدوء كده شوية. فيه قرارات. مفروض تتاخد فيه حيرة شوية. فيه حد على وشك ان هو ياخد قرار. بالنسبة للعلاقة. لكن فيه تردد شديد جدا. والجوزاء. مش هتكلم عن التردد اللي عنده. هو فعلا متردد. هيبقى مش عارف يعني ايه. نصيحتي انا يعني. ونصيحة طبعا الكروت. انا تعلب بالصراحة من الكروت دي حاجات كتير قوي في القرارات اللي انا باخدها. متاخدوش قرارات وانتم منساعدين. اجلوا شوية. لغاية لانا الطاقة تتوازن. استنوا شوية. وبعد كده بتدخلوا قرارات. آآ. البريك ده كويس. مفيد للناحيتين. عشان تفكر بطريقة احسن. وما تاخدش قرار يعني نبع عن انفعيل. اخد قرار نبع عن عقل. بس اللي انا احب اقول لك اطمناكي كوزاء الشركة فعلا بيحبك ونفسك تديره فرصة تانية. آآ. هو صراحة الكروت بيقاليها اكتر من معنى وليها اكتر من تفسير. بس انا القراءة دي هي دي الطاقة اللي وصلكي لها بس. يعني قلولي اخبارها ايه معي. آآ. طيب دي. فرائة المجموعة تلتة. والاخيرة الحلعة تقية بتاعاتها. ان شاء الله خير. استنى شوية. انت ركوش قرارات دلوقتي. وانتو اصلا يعني يومكم بسنة في القرارات فانا مش قلقان عليكم في الموضوع ده. طيب. تعالوا نشوف صحيح تمامية ساتين. الحوت تقال يا حاني. تستمي ليه حرفتك. آآ. اوكي. يلا بقى ببتدي فقط الاسئلة. معانا كده عشر دقايق اسئلة. تعال نشوف اللي حصل عندوه الانتصال من برج الجوزات. فى رجوع ولا لأ. طيب بصوا هو انتوا عايزين ترجعوا يعني هو فيه مينة الرقوع او هو عايز يرجع الشخصة يعني فيه رقوع بس فيه حد بيمنعكم ليه؟ واضح ان الرجوع بنشوفوا مستحياتكو دلوقتي شايفين الاقوطة ده؟ الاقوطة ده بيحميك ده شخص بيحميك يعني ممكن يكون ايه؟ ام اب صديق حد بيخاف عليك واقف عليك حارس مش عايزك تاخد القرار ده دلوقتي استنى شوية فيه حاجات هتظهر لك كمان شوية استنى شوية يا جوزاء على موضوع رجوع ده متستعجدش انت يا زراء وجوز الجدي بصي يعني تالي احلى كارت الصراحة في التروقل والشمس علاقة صحية علاقة صحية جدا علاقة نجحة ان شاء الله حالة تياساتيني اوكي اوكي بسم الله صورة اوكي 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 بسم الله الرحمن طيب انا اسا حبيبتي اقول لك لا القرار لسا متكونش واجبتي على الاسئلة دي على فكرة دي المدة انا مش بتكلم ملا نهاية الفترة دي الفترة دي لأ مفيش وجوع الفترة دي في حيرة اااااااا في شوية القلق لا مش شايفة اي ارتبط بالوقتي مش مش شايفة انه هيحصل يعني ارتبط راسني في الوقت الحيالي حيبتي يمكن شوية كمان متاعي فقول لحاجة ان شاء الله ربنا بيضطل في الوقت الانسب بالوقت يمكن ايش الوقت المناسب. اه راقو رجل دالو بوسي هي انا لقى فيها مشاكل كتير اوكي دي عقبات كتير وشوية يعني عقبات بس